في حي أرنونا في القدس المحتلة مرت الولايات المتحدة الأمريكية وإدارتها على جثث عشرات الشهداء ودماء مئات وآلاف الجرحى الفلسطينيين لتفتتح سفارتها في القدس المحتلة حيث واجه الاحتلال باستخدام القوى المفرطة المسيرات السلمية التي خرجت تزامنا مع إحياء الذكرى السبعين للنكبة للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي الدكتور مندر الحورات صباح الخير دكتور أهلا وسهلا فيك معنا صباح النوري أهلا وسهلا فيك بداية لماذا تلعب القدس دورا محوريا في الصراع في الشرق الأوسط نعم القدس أولا صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام القدس مدينة بالإضافة إلى كونها موقعا استراتيجيا هي تحتل أهمية دينية للديانات الثلاثة الرئيسية السماوية وبالتالي الجميع يحاول أن يقول أن القدس لي ولا يريد أحد أن تكون القدس للجميع وبالتالي هي تلعب دورا مهما في الصراع منذ القدم وليس الآن منذ فجر الحضارة التي نعرفها والمكتوبة تلعب القدس أهمية تاريخية كبيرة بحيث أنها دائما كانت وجهة للغزاة دائما كانت وجهة للطامعين والذين يريدون إثبات مشروعياتهم الدينية والسياسية وبالتالي لها كل هذه الأهمية نعم دكتور بالأمس تم افتتاح السفارة الأمريكية ما تداعيت ذلك أولا بالنسبة على الصعيد الفلسطيني ومن ثم على الصعيد الدولي نعم افتتحت السفارة نعم ولكن هذا ليس لها أثر قانوني الأثر المعنوي أنها شكلت طعنة لعملية السلام التي ادعت الولايات المتحدة رعايتها من انطلاق مؤتمر مدريد أيضا طعنة للنضال الفلسطيني لأجل دولته المستقلة وحقه المشروع في تقرير مصيري أيضا طعنة في قرارات مجلس الأمن والذي تعتبر الولايات المتحدة واحدة من الدول التي يفترض أن ترعى قرارات المؤسسات الدولية كونها هي الدولة الأقوى في العالم وبالأمس عملت فيتو نعم وأضافت إلى ذلك تلك الطعنة بافتتاح السفارة طعنة أخرى حتى أنها لم رفضت على المجتمع الدولي أن يجري تحقيقا مستقلا في المذابح التي ارتكبتها إسرائيل يوم أمس على الشيك مع قطاع غزة هذه المذابح التي كانت ضد شعب أعزل ضد شعب لا يمتلك السلاح ومع ذلك الولايات المتحدة رفضت أن تعطي الشرعية والمشروعية لمجلس الأمن كي يحقق في هذه الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل إذن الولايات المتحدة بتذهب بعيدا في شراكتها لإسرائيل في احتلال الأرض الفلسطينية والإمعان في رفض أن يقرر هذا الشعب مصيره وحقه في أعودته إلى وطنه وقيامة وطنه نعم بالنسبة إلى حق العودة في ذكرى السبعين للنكبة العودة حق كيف تقيم حق العودة في ضد هذه المستجدات العودة حقين حق شخصي لكل مواطن فلسطيني وحق سياسي سيادي للدولة الفلسطينية لمواطنيها ولكل دولة لديها مواطنين شردوا عن أرضهم في الثمانية واربعين هذا الحق يجب أن يكون مصانا وفق القوانين الدولية إسرائيل راهنت على مدى سبع عقود أن يتناسى الشعب الفلسطيني أو أن يقبر هذه الرغبة ولا يجعلها تشكل هدفا لكل مواطن فلسطين ولكن ما نشاهده كل يوم يضحض هذه الفكرة الإسرائيلية ويقول لا أن الشعب الفلسطيني سوف يستمر في نضاله لأجل عودته إلى وطنه وأرضه التي سلبت منه وهجر عنها وبالتالي سوف تستمر هذه رغم عنة إسرائيل ورغم وقوف الولايات المتحدة وشراكتها لإسرائيل في هذا الاحتلال وهذا الاقتصاب للأرض الفلسطيني أنا أتصور ما حصل أمس هو أسفين دقة في الرغبة الإسرائيلية وفي الطموح الإسرائيلي في أن الأجيال الفلسطينية سوف يرويد رويدا تتناسى حقها في العودة لم يحصل هذا بالعكس إذا أنت تعتقد أن حق العودة ما زال قويا وقائما ولن يمو بالرغم من محاولات إضعاف مثلا الأنروا أو صفقة القارن أو تحويل البوصلة الإعلامية نحو القضايا السياسية الأخرى العربية من تفتت وضعه مهما فعلت الإسرائيل والولايات المتحدة ليلغاء مفهوم حق العودة وللغاء الحل العادل للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية لن تستطيع هذا حق أصيل كفلته أولا إرادة الشعب الفلسطيني ثانيا الحق الشخصي لا يموت مهما تقادمت الأيام وجرائم الحرب مهما تقادمت لا تموت إسرائيل ترتكب جريمة حرب باقتصابها لحق أولاء الناس في العودة إلى أرضهم طيب دكتور كيف يمكن للأردن أنه يساعد في حل هذا الصراع الآن؟ إمكانيات الأردن لا تقتصر فقط على الدور السياسي لأنه أولا دولة صغيرة مدى تأثيرها الدولي يعتمد على احترام المجتمع الدولي لدولة صغيرة في بؤر الصراع وتستمر في الحياة حتى ليس لدى الأردن قوة كبيرة كي تعاند الولايات المتحدة طيب ماذا عن تقييمك للموقف العربي؟ لا يوجد للأسف موقف عربي حقيقي الولايات المتحدة حتى الولايات المتحدة والعرب حلفائية تضعهم في موقف محرج هذا الموقف يمكن أن يصب في الخانة الأخرى التي تقول أنها هي التي تواجه لأجل القضية الفلسطينية أعني هنا استغلال إيران للقضية الفلسطينية وهي الآن المجتمع الدولي يقول أن إيران هي التي تتمادى ولكن هذا القرار الذي فعلته الولايات المتحدة وقرار مجلس الأمن أيضا هو يصب فقط في خدمة هذه الدولة التي تعتبر المنطقة العربية صحة مباحة لها بأيديولوجيا وذريعة أنها تريد أن تحرر فلسطين غدا هناك اجتماع للجامعة العربية هل تعتقد أنه سيكون هناك نتائج ملموسة؟ نتائج على أرض الواقع لا أتصور الجامعة العربية هي عبارة عن كيان من دول مفتتة ليس لها توجه سياسي القيادة العربية يفترض أن تكون قيادة من مجموعة عربية موحدة أعتقد أن هذه القيادة الآن ضعيفة وتعتمد وتتكل على الولايات المتحدة في بقائها وبالتالي لا أعتقد أنها يمكن أن تتخذ موقفا حاسبا من الولايات المتحدة بالأمس القيادة الفلسطينية أرادت تحويل ملف الاستيطان إلى الجنائية الدولية هل تعتقد أنه سيكون هناك أي نتائج في هذا الصدق؟ حتى لو لم تكن هناك نتائج هو وضع الأمور في نصابها تذكرين إسرائيل كم وقفت ضد هذه الخطوة لأن هذه الخطوة تحرج إسرائيل هذه جزء من خطوتين أساسيتين يجب أن يذهب إليهم الفلسطينيين هنا هي الذهاب للأمم المتحدة لإعلان دولة فلسطين ثانية الذهاب للجنائية الدولية وثالثا هناك خطوة أساسية يجب أن يذهب الفلسطينيين باتجاه الوحدة فيما بينهم ما لم يفعلوا ذلك تبقى ساحتهم عرضا لإقتراق من أي طرف وبالذات الإسرائيل لأنه يريدهم أن يبقوا هكذا غير موحدين وماذا عن الموقف الغاربي؟ هل ترى أي دعم للقضية الفلسطينية؟ هناك تحول بسيط في الدعم الغاربي للقضية الفلسطينية ولكن ما يحدد الأجندة الغربية هو موقف الولايات المتحدة الأمريكية لا يستطيع الغرب التمادي كثيرا في معادنة الولايات المتحدة لأن مصالحه الاستراتيجية في صلب العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي سوف يبقى رهينا بشكل كبير لموقف الولايات المتحدة من القضية الفلسطينية وتدعياتها نعم دعني أتطرق أيضا إلى دور جلالة الملك عبد الله الثاني كونه الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية كيف ترى اليوم هذا الدور؟ هو دور أساسي ويجب أن يستمر ويجب أن يبقى ويجب أن يتفاعل أكثر وأكثر ولكن الأردن من الدول التي تقيم معاهدة السلام مع إسرائيل وإسرائيل تقول أنها تريد أن تكون واحدة السلام في المنطقة ومع ذلك هي تصر يوميا على أن تضع كل من أقاموا معها معاهدات السلام في موقع محرج وموقف الدفاع عن النفس وموقف لا يحسدون عليه وبالتالي هي تضعهم في زاوية صعبة جدا الآن لا تستطيع هذه الدول إلغاء معاهدات السلام ولا تستطيع أيضا التصرف بحرية كعدولة لإسرائيل وبالتالي يبقى موقفها محصورا ضمن الإطار السياسي وهذا إطار حقيقة الآن طالما الولايات المتحدة تشكل خط دفاع عن إسرائيل لا يمكن أن يكون ذا فعالية حقيقية وبالتالي سوف تبقى إسرائيل لديها الحائط الكبير الذي يمنع عنها أي تحرك سياسي قد يجبرها على التراجع عن خطواتها العدوانية ضد الفلسطينيين بالنسبة لعملية المفاوضات واقتراح لدولتين أين وصل اليوم؟ ربما قبرته الولايات المتحدة الأمريكية بقرارها الأخير بأنها ما هي حل الدولتين هو أن يتم حل هذا الصراع المستدام بإيجاد دولة للفلسطينيين ودولة للإسرائيليين طالما أن عناصر الحل النهائية والتي يفترض أن تعزز هذا الحل السلمي قد الآن سلبتها الولايات المتحدة وشلعتها من جذورها القدس كانت واحدة من قضايا التفاوض الآن اعترفت فيها كعاصمة لما يسمى دولة إسرائيل أيضا المستوطنات إسرائيل هي تتوسع في المستوطنات في كل اتجاه والولايات المتحدة لا تقول لها قفي وأيضا الحق العودة للاجئين الفلسطيني الولايات المتحدة لا تريد أن تعترف فيه ولا تقر فيه أيضا هناك نقطة رائبة رابعة هي التقسيم اللوجستي ما بين مقونات الضفة الغربية وقطاع غزة كيف يمكن أن تكون دولة قابلة للحياة طالما إسرائيل تفصل بين المكون الفلسطيني الواحد وتمعن في أن تجعله بعيدا بشكل ملحوظ وكبير عن بعض البعض إذن الولايات المتحدة بكل خطواتها داعمة لإسرائيل هي تمنع الحل التي هي دعت إليه الولايات المتحدة دعت إليه الولايات المتحدة كانت هي الرائل الأساسي لعملية السلام وحينما أستعتقد أنها ستبقى الوسيط يجب على الفلسطينيين أن يستمروا في رفضهم لوساطة الولايات المتحدة لكنهم لا يستطيعوا الاستمرار في ذلك كثيرا لأن الولايات المتحدة هي التي تمتلك مفاتيح القوة الحقيقية كي تؤثر فيها لحل هذا الصراع ولكن على الفلسطينيين أن يعززوا عناصر قوتهم بحيث يضغطوا على الولايات المتحدة ولكن واحدة من عناصر قوة الفلسطينيين هي المجتمع العربي والعرب ولكن العرب الآن ضعفاء ملقين بكل أوراقهم لمصعد الولايات المتحدة وبالتالي لا ينتظر منهم أن يؤثروا لصالح القضية الفلسطينية نعم وماذا تتوقع في المستقبل القريب؟ المشكلة أن الأمور تبدو ضبابية جدا لا يوجد حلول والشعب الفلسطيني لا يزال يعاني كثيرا من ما يجري ما لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل حقيقي ولكن هذا التحرك يجب أن يكون بإلزام إسرائيل حقيقة بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية ليس أكثر ولا أقل أن تلتزم إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية التي أقرتها هذه الشرعية وهذه الشرعية هي من أوجد إسرائيل وعطتها المشروعية المشروعية ليس الشرعية المشروعية تعني القوة في أن توجد كيانا على الأرض وتعطيه القوة كي يفرض نفسه على الآخر إسرائيل موجودة بمشروعية القوة وليس بشرعية العالم وحقية وجودها وبالتالي على هذا المجتمع الدولي أن يقف موقفا حقيقيا بأن يلزم إسرائيل بأن تذعن لقراراتها التي أوجدتها التي أوجدتها ومع ذلك حتى الآن لا يفلح لسبب وحيد وأساسي أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل على باطنها وليس على حقها نعم الدكتور منذر الحوارات المحلل السياسي شكرا لوجودك معنا العافظ